بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم أخواني أخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم كما رحبوا بكم في هذه القناة هي قناتكم وإن شاء الله اليوم سنقدم لكم كتلة رائعة سنصوبها بطريقة جميلة جدا لدينا في القناة بطرق مختلفة هذه طريقة جديدة إن شاء الله رائعة سنطيبها جوج طيبات طيبة في الكوكوت منوت سنصوبها في الكوكوت لكي تكون فتية بعد ذلك سنشرمها ونشرمها مرة أخرى سنشرم جوج المرات مرة الأولى والمرة الثانية سنشرمها وندخلها الفران لكي تطيب يعني الفران لا يستخدم فيه وقت كثير إن شاء الله الرحمن الرحيم لدينا كتلة مقطعة بطريقة جيدة يعني تجي مقطعة طرفة يعني ما يكونوا شغلات بزاف باش العافية والطياب يدخل معها إن شاء الله هذه تكون لدينا شوية زيت الزيتون وزيت العود بجوج كنخلطهم هذه تكون لدينا بصل مجفاف اللي ما عندوش بصل مجفاف يدير بصل طريق هنا لدينا سكنجبير ملعقة صغيرة عمراء هنا لدينا الحر الحر كي يعطيها واحد المدى قزوين يشتراً لدينا هؤلاء ألينا لدينا المصنطقة ونخرج ما عندنا هذه المصنطقة أيضاً مرة من السجنة تومى جافة تومى طرية هنا لا مطارد او لا مطارد لدينا اربعة للمعالق كبار هذه تعطينا واحد المداخ رائع لها قطلة لدينا شوية البزار وعننا ان شاء الله الملح وعننا عصير الحمض او خلل الحمض نضيف واحد كسان الماء واحد لدينا شرمولة انا 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 امقص بعض زائدة لان انا نريد التشبع من هذا الشرمولة ومن احصى انا استطعت الموت يمكن أن تصوبها سوف نضع كلها ونرقضها 24 ساعة يعني البارح في المثال سوف تكون أحسن لا يمكن أن تجزونا إن شاء الله سوف ترى تجربها بكل طريقتين ونرقضها 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 يرقضها ونرقضها مباشرة ونرقضها إن شاء الله مرضي هنا لدينا كمية العائلة كبيرة وعائلة صغيرة نتمنى إن شاء الله كل واحد يدرقل العائلة ونرقضها سوف نرقضها جيد ونرقضها ونرقضها يجب مرافق لهذه القطبان ونرقضها نوع واحد من الناس من الخطبان ونرقضها إن شاء الله لنرقضها ونرقضها في الصلاة ونرقضها حمدها مباشرة نرقضها هناك تأتي بنينا 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 مع هذه العطرية نكون سنترين بزيان وهنا سنضيف شوية ديال هاد ونخليه شوية سنحتاجه إن شاء الله اللحم ديالنا من اللطيب نضيف شوية ديال الماء شوية غير شوية ديال الماء هنتم معها كوخصة لكم في الجميع وهذا ننشي نطيبها إن شاء الله وخلينا لنا هاد الكمية اخرى باش ندوز فيها إن شاء الله من اللطيب حد نصف ساعة إن شاء الله فوق العافية فوق البطاق ونسدو الكوكوت ديالنا تنجرة الضغط باش طيب مزيان عاد يمكن لنا ندوزها في الاصصص ونطيبها في الفران وكاتجي هائلة ورائعة إن شاء الله إن شاء الله نضيف لها إن شاء الله نضيف لها إن شاء الله نضيف لها إن شاء الله شوية ديال الزبدة أو الزيت اللي بغيتوا شوية زيت نباتي أو شوية زبدة الملحة نضيفها في هذا الماء هذا لنضيف لها السلاة إن شاء الله سوف نضيف لها سوف نضيف لها 200 جرم زبدة 40 جرم زبدة ملحة 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 لنضيف له لنضيف لدينا و في الأخير إن شاء الله نضيف لها نضيف لها الزبدة نضيف ونضيف ونضيف نضيف نضيف زبدة باش المقهرون ديالنا ما تلزقش مع فضيتها شوفو دا بشامي ديالنا قد تخلط كل شي داك شي مزيان ونخليه حتى تكون فيه واحد واحد رائحة بحال شي حاجة ديال داك الزعتار ودك الزبدام اللي كطيب مزيان قد تعطي واحد رائحة زاكي يزوينة ديالنا قد بدون نصوبها نخلو الحليب كل مرة شوية نخلطو 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 حليب نخلطو الحليب القسم الحليب ديالنا على ثلاثة المرات شوية تجمع نخلطو حليب قسم يلوث كم حليب ثلاثة المرات نضيف الحليب المتباقي مرفع الحليب مره مره دائما نحرك تجمع لنا ان شاء الله مخارون ديالنا تهيها يقرب الطيب مخارون ديالنا هي طيبة قد نصفوها من هاد المالي فيها وان شاء الله هكوا ما تكونش قصحة وما ما تكونش قصحة بزاف مخارون ديالنا كان نخوه عليها ان شاء الله يعني لابيشاميل كلها هاد لابيشاميل هاد نخوه عليها باش محصلوا على واحد مقارون رائعة باش ممكن لابيشاميل كثيرة باش ممكن تجيها هاد المقارون الديدة ان شاء الله الرحمن الرحيم طون ديالنا هاد نخلطوه نقطعوها احسن صغير ونخلطوه المقارون ديالنا وهاد الشي نخلطوهم زيان وان شاء الله اجي تشوف واحد الداق واحد المداق لا يقاوم ابدا هاد الخليط ديالنا بحركة تكا نحصلو على خليط متجانس ان شاء الله واجي تشوف لك واحد المداق واحد الروعة اللي كلوك مع مروق انساء اللي كل عندك المقارون من اللي تديرو فضارك ولا تديرو لضياف ديالك كون على يقين انك غادي تكون نجم ذيك الليلة ان شاء الله ذيك الحفلة وذيك الليلة وذيك العشاء بإذن الله اشي حاجة لا يمكن انسان تخيلها واحد المداق رائع بإذن الله الشرط اللي كان شرطا لكم انكم تديرو كمية ديال هاد هاد يعني لا بشاميل تكون كثيرة هو يكون طون تهوى واضح في المقارون ديالنا مرحبا بكم اخواني اخواتي هذا هو الغداء ديالنا ان شاء الله تبصيل ديال المقارون بالطون كي يجي رائع وعننا قطلة والله يسوف يا اخواتي اعزموا عندي واحد صراحة نقولها لكم صاريح جدا جدا ان كل قطلة بحال هذه ما تلقاش ما تلقاش يعني هاد طريقة طريقة رائعة وعطيتكم واحد طريقة اخرى طريقة ايضا رائعة كتجي كلمسكة يعني كتدوب في الفم كتدوب الناس اللي ما ينوم السنين يأكلها يعني بواحد السرعة ما تصورش راجل كبير يبرك على التبصيل يأكله بخمسة دقائق ما يفوتهش فيه ان شاء الله الرحمن الرحيم انت منها تكونوا استفتوا من هاد الفيديو من هاد طريقة ديال الكوتلات ومن هاد طبصيل ديال المقارون اللي هي بطون رائعة 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 بإذن الله وإلى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله والسلام عليكم وعحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة